إلى شرق البلاد حيث أصيب خمسة جنود أوكرانيين بجروح متفاوتة بمنطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقليم الدنباس وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية فإن المناطق الساخنة تبقى بلدات زايتسافا وأفدييفكا التابعاتين لمقاطعة دونيسك الانفصاليون قاموا باستخدام قذائف الهون بكثافة في هذه المناطق وقالت الوزارة إن مواقع القوات الأوكرانية تعرضت لقصف عنيف دمى قرابة التسعين دقيقة وفي المنطقة الواقعة باتجاه ماريوبول الاستراتيجية يغيب الهدوء مع استمرار الانفصاليين باعتداءاته الانفصاليون والمرتزق الروس قاموا باستخدام الأسلحة الثقيلة على نطاق واسع بحسب ما يؤكد بيان وزارة الدفاع كان القتال في الأطراف الشرقية والغربية لمدينة لوهانسك وهي محطة لوهانسك وجانب من بلدة شاستيا وكذلك بلدة باباسنا بينما معظم الهجمات كانت على منطقة نوفو أليكسندروفكا الغزاة استخدم الأسلحة الخفيفة بشكل رئيس الهجمات تحدث تقريبا بعد الساعة السادسة مساء اليوم السابق فقط شهد 12 هجوما للعدو واحد منهم بالأسلحة الثقيلة ترجمة نانسي قنقر